في الدرس الثاني في الكنترولر او القسم الثاني في الكنترولر رح ادعم الكنترولر في مثال اخر على سبيل المثال بدي اضيف اعسف اوكي بدي اضيف كمان اللي هو اللي عملنا احنا قبل اللي هو الفرست كنترولر الفرست كنترولر اسفرست اعطيه اسم معين فداخل البدي رح اضيف انبوت انبوت طبيعي تايب اعسابين المثال رح يكون تاكست في عندي اشي حكينا عنه في الدرس الاول كان الانجي موديل ويساوي انجي موديل بدي ابعته مثلا فيرست دوت داتا دوت مسيج الاشي اللي احنا اعملناه داخل او عسابين المثال بدي اغير الاسم بدي اعمله مثلا فيرست دوت جريتينج مرحب اوكي وداخل بدي اعمل انه انا شو بيغير هنا شو بكتب يكون فيه كلاس معين يتنفذ على ديف معين فانا بدي اعمل ديف بدي اعمله انجي كلاس يساوي فيرست دوت جريتينج اي شي بغيره داخل الانبوت فيرست الانبوت الانجي موديل فيرست جريتينج بيتغير داخل ال داخل ال الديف الموجود عندي فبالاضافة رح اضيف هون داتا اللي هي فيرست دوتي جريتينج و بكف فلو شغلت حاليا لو شغلت اللي عملناه رح يظهر عندي كالتالي هون رح يظهر عندي اشي وهو انا شو بكتب انا رح يظهر رح يظهر عندي هون تيكست بوكس و شو بكتب رح يظهر تحت التكست بوكس الاشي اللي املكم حاليا انا ما عندي كلاس بهذا الاسم بس عندي كلاس اسمه hello لاحظوا صار باللون الازرق فلو كان عندي انا عسابين للمثال رجعنا هون داخل css ضيفنا كمان كلاس اسمه hello2 عسابين للمثال بدنا اللون طاو green فجيت شغلت الموقع صاري جيت شغلت مرة ثانية لاحظوا انا بكتب اي شي ما بظهر شي hello2 قلب لونه اخضر صار لونه اكثر فكان هذا مثال ثاني حتى ندعم فيه عملية انه مثلا انا انه هيك مثال حتى ندعم الانجولر هون عندي الكنترولر ما اتعاملت لكن اتعاملت مع الكنترولر كاسم كنترولر ومع الابجيكت الموجود داخل الكنترولر حتى استعملته داخل الانجولر اشتركوا في القناة